بالبداية انا عباري ماوس عادي صراحة بس من شفت المواصفات ماتة والتفاصيل عرفت هذا الماوس امكانية ويوو طبعا الشيكي داني سوف على ماركة ويوو بيضامان سنة مميزاته وشغلاته وأكيد السعر اقوله بنهاية المقطع راح اقولكم الشغلات الاعتيادية وشوي شوي افوت بالتفاصيل اللي انا شفتها مميزة طبعا هو يصير كريستال مثل ما تلاحظون شغلة حلوة القبغ مالتها هذة ينفتح مغناطيس ونقدر رجعة فكرة اللاسلكي موالتها تكون عبارة عن هذة التحويلة مجرد ما خليها راح تلزك عن مدضيع أو يظل تايها بالمكان شفتها شغلة حلوة يكون شحن وصامت والمنفذ موالتها تايب سي ويفقرة حلوة يكون ار جي بي يعني انارة وهاي طبعا نقول لك نسبة الشحن فتشي كلش حلو علامة ويوو تكون ضاوية الفقرة الحلوة وين هنا نقدر نحدد اشقد دي بي اي حنا نريد يعني سرعة الموس وكل سرعة لها لونها والالوان طبعا بصورة عامة تكون ضل تتبدل بس احنا هسنا مثلا حندوسة اول دوسة راح يصير لون احمر اللي هو 800 دي بي اي اللي هو هاي الاخضر 1200 دي بي اي ومره حندوسة مرة ثانية راح يصير ازرق اللي هو 1600 دي بي اي ورابع سرعة اللي هي اللي هي بس ادوسة يصير اللون البنفسجي اللي هو مننا حدوسة اللي هو 2400 دي بي اي فقرة القوية وين هنا تقدر تدوسة يقترن على ثلاث اجهزة الجهاز رقم واحد اللي هو عن طريق اللاسيكي 2.4 وجهازيان بلوتوث جربت على عندي سامسونج هذا هو الموبايل السامسونج مثل ما تلاحظو طبعا ما اقدر انا فر الشاشة هذا هو الماوس اقدر اتنقل واشتغل براحتي وتوفر باللون البحري واللون الرصاصي واكيد اجا ويا الكثالوك او كابل الشحن ومنفث تحويله اللي هو تايب سي بيو اس بي هذا المنيفيد اذا عندك تاب وعندك مثلا حاسبة وشغلك خنقول متنقل بياناتهم تقدر تربط هذا لحد ثلاثة جهزة اثنين بلوتوث وواحد يكون لاسلكي وبمجرد ما تدوس هذه رح تبدل بياناتهم بصراحة شفت عملي عملي المن للشخص اللي عنده هواية خنقول شغلات يربط عليها بس اذا محتاج ماوس لاسلكي فقط هذا ما لا داعي اخذ دائما الشغلات اللي تستفاد من عدها ممكن تاخذ هذا وانت رابط على حاسبة فيكون هذا ما لا داعي انا شرحت لكم التفاصيل ممكن هذا المنتج يفيدك ممكن ما لا داعي وانشاء الله اني توصل لكم العراق اربع بغدار ستم وحافظات بالحجز اولوسف سارة راسوني على صفحة الدليو انتحياتيكم انا اخوكم حسينة تشاندتش وهذا ماوس الوي وو سعره 25 الف